اشتركوا في القناة اهلا بكم اصدقائي ساكون اليوم معكم انا الشيف الاكاديمي ايفا من اسبانيا وصفتنا لهذا اليوم هي كوكتيل الكيوي الصحي والمغذي وصفتنا اصبحت جاهزة على اليوتيوب الان من اعدادي انا الشيف ايفا هكذا يبدو معنا الكوكتيل بعدما اتممت اعداده لذيذ وشهي صحي ومغذي سهل التحضير ويمكنكم اعتماده على مائدة فطور شهر رمضان المبارك فكل عام وانتم بخير كما ويمكنكم تناوله مع قطع من البسكويت بالف صحة وعافية وقبل البدء بداد الوصف اصدقائي لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والان هيا بنا مع بعض لنرى كيفية اعداد هذا الكوكتيل معي انا الشيف ايفا باموس والان اليكم المقادير عدد ثلاثة حبة كيوي عدد اثنان حبة برتقال حزمة من السبانخ عشرون جرام زنجبيل طازج حبة موز واحدة اربع ملاعق من العسل قطع من الثلج وحبة ليمون اخضر نوع ليمة ها هي جميع مقاديرنا والان اليكم طريقة الاعداد سنبدأ اولا بحبة الليمون الاخضر ليمة اقطعها الى قسمين ومن ثم ابدأ بعصرها ها كذا أضع عصير الليمون جانبا الآن سأمل على تقشير الزنجبيل ومن ثم تقطيعه ناعما وبعد تقطيع الزنجبيل ناعما سأضعه جانبا هكذا الآن سأبدأ بتقشير حبات الكيوي ومن ثم سأبدأ بتقطيعها الآن أضع الكيوي جانبا مع الزنجبيل وها هو المكسر الكهربائي وضعت فيه السبانخ وها أنا أقطع حبات الموز بعد تقشيرها وأضعها مع السبانخ وها هي حبات البرتقال سأعمل على عصرها أضع الثلش فوق السبانخ والموز وبعد ذلك سأضع العسل أتابع وضع الكيوي مع الزنجبيل هكذا وأخيرا عصير الليمون مع عصير البرتقال بعد ذلك سأبدأ بخلطهم حتى يتكون معي مزيج ناعم جدا مزيج ناعم وبعدما أصبح الكوكتيل الكيوي جاهز سأضعه في القدح هكذا الكمية تكفي لثلاثة أشخاص تكفي لثلاثة أشخاص وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم كوكتيل الكيوي الصحي والمغذي قد أصبح جاهزا بألف صحة وعافية أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم كوكتيل الكيوي الصحي والمغذي قد نالت أعجابكم ورضاكم تابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى يسعدون تفعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أحبتي إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اكتبه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة انتظروني في وصفة جديدة كنت أنا معكم أشفل أكاديمي إيفا من إسبانيا أستودعكم الله وأحبكم كثيرا أديوس اشتركوا في القناة